بسم الله والحمد لله وصلاة والسلام على الرسول نهر دا نتكلم على البيم ازاي ابدأ اه اطبق البيم ده واخليه موجود سواء في الشركة او في المنظمة او في الدولة وهنركز على الشركة اكتر لان هي دي الحاجة اللي يعني المتاحة ايه هو البيم طبعا لو سألت خمسة هتطلع بخمس تعريفات مختلفين جدا بس احنا ممكن نقول انه هو تمثيل لكل الخاص الفيزيائية والعناصر الموجودة في البابنا بحيس ان احنا يبقى في معلومات موجودة نقدر نعتمد عليها في اتخاذ القرار وده سهل اعلنا كتير جدا خلينا نقول مثلا ايه ان انت ذوات لو طلب منك مشروع فانت مش عارف فين اماكن الكلاشات فبتبدأ تشتغل وانت شغال بتعرف اماكن الكلاشات فين وتبدأ تتعامل معها طيب لو انا عملت فيلا وبنتها وخلصتها الاخر ومطلوب من عشر فيلا بعد كده فخلاص تاني فيلا هاخد نفس معلومات فيلا الاولية خلاص انا عرفت فين اماكن من المشاكل وخلاص توقعت المشكلة فين فهبدأ ان انا احلها من قبل ما تحصل هبدأ اعرف تكلفة قد ايه من قبل ما ابدأ لان خلاص انا عمل واحد زي بالزبط ما فيش اختلافات فسهل انا اعرف الفيلا الجاية هتبقى دي بالزبط مش بتنبأ لا ده انا عندي معلومات فين حقيقة فهي الفكرة برضو كده في البم ان بدل ما بعمل فيلا تاني جنب بيها لا ده انا بعمل موديل على الكمبيوتر فالموديل على الكمبيوتر مش هيكلفني حاجة يعني تخيل مسلا ان انت عايز شغال وبعد كده الموديل بيقول لك ايه معلش حرق لي مسلا المسورة دي من هنا الهنا مسلا او كده مش هتقولوا لا استنى هجيب عمال لا استنى استنى لو حرقتها اعطرنا اركب كوة ولا ما عندش كعام موجودة دلوقتي فهي ابعت للشركة واول ما تبعت يعني كل القصة دي انت ترحمت منها ده حاجات على الكمبيوتر وكل مشاكل على الكمبيوتر فالموضع بسيط يعني حتى لو انت دخلت تتميز سيرش على الفاميلي فهي بسيطة ممكن تجيبها ممكن تجيب اقرب واحدة ديها وتعدل فيها عكسي لما يكون مطلوب منك حاجة في الارض الواقع فهو البم بيلدنج مقصود بها اه اي حاجة بنها الانسان زي البيوت زي الشوارع زي الطرق زي المدينة كل كل ما يبنى هو ده بيلدنج تمام ومقصود بها الاسم والفعل في نفس الوقت يعني مقصود بها الفعل البنى ومقصود بها بعد ما بخلص بنا لان الموضل بيكمل معي حتى بعد ما ما بنتعمل مقصود بها المعلومات اللي انا هحطها يعني مفهش عامل حاجة مباني ومفهش معلومات بشكل كده 3d او 3d max او sketchup او 3d لا لازم يبقى فيه information لازم لما علم عن عنصر اعرف خصائص بزاحته لذاك مفهش تقول لي بيم وانت بنديني الموضل كتلة واحدة يعني مفهش واحد يقول لي ده بيم هو مثلا بمدهولي ملف كل المعمل سيديكت بعمل سيديكت على الموضل مرة واحدة فكده مش هستفات حاجة لازم يكون العاصر كلها بمفاصلة وقدر عمل سيديكت على الحوايط اعرف الخصاص بتاحته مش بس طوله عرض ورتفاع لا ده الخاص ده نقومة الحرارات ده ايه اليو فاليو قد ايه كل حاجات ده ايه مودلينج بعمل نموذج حاجة ثلاثيات الابعيد مش توديه مش تقارير مش وورد مش كسل وحاليا بقيت building information management انا دهوقتي بدير معلومات المشروع ليه البيم هو افضل واسرع والتأثير بتاعه اقوى وبيفضل طول حياة المشروع وببقى فاهم الحاجة ثلاثي بفهم بشكل مبنى هيبقى عمل ازاي اكتر حتى كلاينت ممكن ما يكونش ديه خبرة في العمارة بس يفهم الموضوع اول ما يشوف البيم بقدر حقق منطلبات المشروع وتأكد ان ان صاحب العمل راضي عن المشروع بقدر ان انا اخرج بافضل مخرجات من المشروع الرزق فيه قليل فيه شوية مزايا حلوة في البيم خلت الناس كتير هتتجه ليه تمام وذلك في الاجتماعات بيبقى الامر محهوم اكتر عكس لما كنت فيه لو حكاية واحد مش فاهمها فاقولك لا دب هتلي سا كاشن دب هتلي كزا طب بيوفر لي كتير جدا ببعدين في الاجتماع عادة ظريفة وشايفين حاجة قدامنا سري دي وفي اي مشاكل بنبدأ نحلها طيب ودلوقتي فيه تحدي كبير في سناق بزاة ان الناس بتبدأ تعمل لمشارية يونيك اشكال فريدة وبتلاقي مسلا برج المملكة الف متر يعني كيلو اللي برج خليفة 828 ففيه مباني ما تعملتش قبل كده فمحتاجة ان الواحد يعمل موضل لا ينفعش ممكن بعد ما اعمل تخيل ان انا اعمل مبنى ده كله وكتشف ان فيه غلطة معينة فاضطر ان انا ابدأ دور على حلول ووقف الشغل لان مسلا الرياح مسلا مش قادرين نعملها اختبار الزلازل اللي اكشفنا ان فيه مشكلة فلازم اعمل محاكاة للحاجات الحوالية وتأكد ان انا شغال في السليم وان فيش مشاكل لتحصل بعد كده تمام بالذات فيه المشاريع المعقدة واللي هي ببقى لها ميزانية محددة ووقت محدد تغلص فيه وعايزين نعمل بين كل العناصر فلازم يكون فيه عندي موضل مظبوط وعساس ما ندخلش في موضوع الريسك طيب بالنسبة البنمي بفكر فيك ان هو لعبة ليجو الزكية بنبدأ نجمع اجزاء المشروع زي ما انت شايف لو كل القطعة تحطت في مكانها يبقى انا كده عامل المبنى بتاعي في السليم ومظبوط تمام اه كان من ضمن المشاكل اللي بتواجهنا موضوع الوسائق الكتير جدا فالوسائق كل شوية مسلا منت شغال بتلاقي حاجة معينة طب دي موجودة فيه الوسائق الفلانية ويكون هو بعد حاجة اوب ديتد فبيبقى فيه مشكلة خالص انما دلوقتي بقى الموديل بقى مسيلكت على ايه عنصر باعرف المعلومات اللي فيه الموضوع ده اللي ينفع في الكاد هل ينفع ان انا اعلم على خطين مثلا وقول له الخطين دول مرتبطين بالوسائق الفلانية او ادخل فاهم معلومات في الكاد يعني فعلا الموضوع بقى بالسهل هنا لأ بقى مسك العنصر دوت وبدخل البرمتر اللي انا عايزها زي ما نعايز فده بيديني معلومات اقرب للواقع بيديني تكلفة اقرب للواقع بيديني معلومات تفيد المصنع بيديني ارتباط جامد بين المعلومات والعنصر طيب هتلاقي ان البيم هيديني فاكتر جدا في موضوع الكوردينيشن وكوليبريشن هنقدر نتواصل مع بعض بشكل ادك وشكل افضل كان في الطريقة العادية كان ده مثلا يدي معلومات لدوت ويستدها لدوت فالموضوع كان فيه شوية تعييد انما دلوقتي بقى خلاص هو في موضوع لكل الناس بتاخد المعلومات اللي هو عايزة فدي الطريقة التقليدية تودي هنا الطريقة اللي هي بتاعة البيم وبنقل المخاطر ببقى فيه مرور اكتر في الشغل ببقى سهل جدا ان انا عامل سيانة للمبنى لان انا بعد مبقى من موضل بديه للمالك وهو بيبدأ بقى يشوف اذا كان الشغل بقى لنظام مسلا بميسة او كده ويربط البيم باستفاق جدا بان هو يبقى مع الموضل بحيس ان اي حاجة عايز يعرفها في نفس الوقت يعرفها ممكن مسلا حاجة بازت فما يستناش ان مسلا فندق في واحد فندق او في مستشفى يشتكي يقول مسلا انت كيف بايز لا ده على طول انا بعرفه وعلى طول بدوس على العنصر يقول مسلا ده مسؤول السيانة بتاعه شركة فلانية او احنا في الضمان او خبار الضمان والتليفون بتاعه هو تتصل به زي دنوا بيديني تكلفة كويسة وكوالات كويسة وبيديني تحكم في الوقت وبعرف احنا انجزنا دي وهتلاقي ان انت بسلا ان انسيكشن سري دي زي دوت لو جيت تعمله بالتركة التكلفة دي هياخد منك وقت كتير فرض ان انت عامل كل البرنات وكل الساكاشن بس لما تكتعمل حاجة زي كده يتاخد منك فترة طويلة تمام مهما كان خبرتك ده هياخد منك وقت وبعده ممكن نعمل لي يطلع رخم شوية قولك لاتبانا عن سيكشن سري دي في حتة دي جيت ففي البيم عموما بينلاقي الموضوع عسل بكتير وبتلاقي الحاجة مجسامة تخيل ان انت المعلومات دي عملت قراها مثلا وقد حقاقت الشركة 22 في المية وقد حقاقت كلام ده الشراغي ما حدش فيان منه حاجة انما لما تشوفها مجسامة قدامك بتبدأ تعرف هل احنا حققنا ربح حققنا خسارة حققنا في مشاكل نبدأ نفهم المعلومات فالبيم هفيدك كتير جدا في الانت فهم حين انت وصلت ليه طيب الطريقة التقليدية العشان كده احنا حتاجنا البيم وحتاجنا احنا نعمله انها كل واحد شغال مع نفس كده في الجزيرة مفاصلة الديزان تيم وكترسترشان تيم ده ممكن يدي لده معلومة بس ننسى ناديها الانر تيم ننسى ناديها السبلاير فبتلاقي الحاجات مش مش ماشية بترها كويسة ممكن يبعت ايميل لفلان وينسى يبعته لفلان او يريح دماغه ويروح باعة الايميل اللي هم بيتكلم عن الوجهة لكل الناس حتى الناس اللي مش شغالين في الوجهة تمام فده بتلاقي تفتح الصبح كده تلاقي 100 ايميل وتقعد تفرز مثلا تقعد عشر ساعات لحد ما تعرف ان ايميل فيهم اللي في الشغل وهذا ايميل اللي يجيال لك عن طريق الغلط فاحنا دلوقتي بدأنا دي دي الطريقة العادية انه كل واحد عنده شوية مشاكل بيقول لا ده في حاجة نقصة حتى لو انت ممكن تكون شغال ببرامج البيم بس بشغال بيمه مضبوط مسلطة بشوية ببرامج بيمه بس انت بش محقق موضوع البيم فهتلاقي شوية مشاكل طب ان اخر اصدار طب فين الحاجة الاخيرة اللي هم فيش نظام فهتلاقي المشاكل بتكتر قدامك تمام؟ انما لو انت شغال مضبوط هتلاقي ان كلكو قدامك الموديل وكل واحد بياخد المعلومة اللي هو عايزها ويديف المعلومات اللي هو من حق ان هو يدفها وبنقدر استعيم ببعض الانظمة اللي هي بتسهل شغلة عبر ركزة ببرنامج زي الاوبن بيم زي الاي افي سي زي كوبي طيب دلوقتي الموضوع اللي عملات بتابت اسرع واسهل واسكى ان انت مسلا ديزاين والبيم كوردونيتور فالديزاين بيبدأ يعمل الموديل ويبدأ يبعثه فالبيم كوردونيتور بيبدأ يقول له انا هراجعه فبيبدأ يقول له في مشاكل معينة فبيعدلها بسرعة قبل محد يشوفه ويبعثها ويبدأ اثنان يراجعه وبالنسبة كورنك تراكتر والديزاين اي مشاكل بتيجي بيبعث ار اف اي فده بيرد عليها بس بيستخدم البيم الار اف اي بيلي كتير والحمد لله فهو البيم بموجود معنا طوال حيات المشروع مفعش واحد يقول لي احنا خلاص هنبدأ بنا او كده هنبدأ نستخدم بيم طب ما نستخدم بصناء التصميم يعني خلينا من البداية كده احنا مخطط للمشروع ولسه هنحدد تكلفة المشروع وندخل في مشروع لا نستخدم البيم ونفعش ان انت في وسط المشروع تقول لا خلاص كفاية كده على البيم لا كمل بحيس ان انت تتسلموا للمالك ويبدأ يستفاد منه وفيش ها يسمعها البيم في انا مرحلة البيم موجود في جميع المراحل لانه هو بش مجرد لوح كده او ديزاين او كده لا ده ده نموذج للمبنى كأنك بنيت المبنى مرة تانية وطبعا من دبن الفكتر جدنا في البيم موضوع الكالوبريشن بتبدأ تستفاد منه ويبقى كل الناس عندها المعلومات في نفس الوقت انا فيش حد يقولك انا عندي معلومة نقصة وكل واحد اده تتحكم فيه مين اللي من حقق يعدل في الحاجة ديت ومن اللي من حقق ان هو شوف ومن اللي من حقق ان هو ما شوفش طيب لو جينا نقارن بين نظام الكاد اللي هو كمبيوتر ايد ديزاين وبين نظام ابنتك انفروميشن مودلينج او مانجمينت هنلاقي هنا ان ده لوح 2D كبيرها قوي 3D هنا هناللي تنشوف بها تعدل هادكام 2D 3D 4D 5D 6D هنا العناصر ذكية هنا دمب جرافيك حاجات عناصر غبية ما بتأثرشي هنا عندي لين أرك سيركل خطوط وكده يعني ما بترسمش انت حقق انت بترسم خطين وتكتب جنبها ان ده حقق او بسامل لها حقق انما هنا لا انت بترسم والويندو فلور روف هو بيسألك عن خصائص الوال وخصائص الويندو وخصائص الفلور والروف لما يدخل على البروجيكت كنترول هنلاقي ان فيه حاجة كثيرة جدا البيم ما يسبش حاجة منها البروجيكت سكوب منجمينت البروجيكت كوست استيميتينج البروجيكت سكادول البروجيكت ريسورس بلان كل الحاجات دي البيم بيدخل فيها وبيديني نتحكم فيها وبيساعدنا برضو ان انا لو انا عايز اقسم المشروع بيتحكم فيه بقول مسلا ده البروجيكت هو متقسم لكزا اريا عشان انا انظم شغل هعمل كزا سب اريا هستمون كزا جوز هستمون كزا اكتيفتي هستمون كزا اوبجيكت هستمون كزا اوبريشن فنينفعش اجعل عناصر معينة في الكاد مسلا وقول له دي هتبقى تبع اني حاجة وديها الرقم انما في الريفيت ينفعه تمام يعني نفعش اجعل شوية خطوط وقول له دي دي في المكان فلاني انما في البيم اقدر اعمل البرامتر وابدأ اشتغل عليه مديني اتحكم في المشروع بقدر اتحكم في كل حاجة بابدأ اعرف المعادلة اللي انا عايزها اتجنب المشاكل بابدأ احل التعقيدات الموجودة في المشروع بابدأ اعمل بسهولة جدا من الموديل في اي وقت حصل تعديلات اعدل في الموديل اتعدل في كل اللوح مرة واحدة وبعدر حد التكلفة من قبل مبدأ المشروع بحدي التكلفة باش مجرد ان اقول لعندي كم باب كل باب محتاج مصمار وكم مصمار يحتاجه الحاجات ديت لا هو ميخوش التوصيل اكتر من كده بكتير افضل بكتير ما فيش مشاكل بتحصل رسكي مانجمانت بيل التبادل معلومات افضل كل حاجة بتحقق لنا جودة افضل بكتير وفي تحسين كبير جدا في الاداء طبعا وبحلول افضل والانتاجها بتزيد افضل يمكن اي حد الشغل في موضوع البم ده عارف الموضوع دوت الجوستيك بلاننج برضو بيكون افضل نحاول نمر على الحاجات دي مرور سريع دلوقتي يعني الكاد بيبقى في فوقت الدزاين بيبقى قليل وبعد كاف موضوع ده كومنتشن بيتول موضوع الكوردنيشن بيتول بشكل دوت انما في الدزاين تقريبا بياخد نفس الوقت اللي بياخده الكاد في موضوع الدزاين بس في موضوع بيتلاقي الوقت اقل بكتير جدا في موضوع كوردنيشن بيقل بكتير جدا ومع ذلك الجودة بتبقى اكتر وفي احصائية هيت بتقولك ده مشروع او ظن كن في ماليزيا انه هو في مرحلة الاسكماتيك تزاين وفر تقريبا 53% من الوقت في مرحلة التزاين وفر 50% في مرحلة الدوكمنتشن وفر 20% في مرحلة الكوردنيشن وفر تقريبا 80% تمام؟ بعد كده احنا لما بنشوف بقى البعد الرابع ونبدأ نشوف المبنى هو بتكون قدامنا ده بيخلان نفهم اكتر بيقلل موضوع الريسك بيدينا سيفتي اكتر الأسباب كترة جدا منها ان عدد ساعات الشغل بتقل فده بيقلل احتمالية تعرض العمل للمشاكل بيممكن اعمل وشوف في اماكن المشاكل الموجودة فيه ممكن اخلي زي انسان وهمي على الكمبيوتر يمشي في قلب البلان 3D ويقول لو في اي مكان في مشاكل ينبهني لها عشان نحلها الحاجة بتتعلم اول مرة لو في اي كلاش هو بيكتشفى على طول ويقول لي موجود فين بيقلل لي الهالك اللي موجود بقدرت له بالحاجة فمعادة صح ما بيجيش قبل كده فاضطر ان انا ادور على المكان خزن فيه وما بيجليش بعد كده فالناس اللي بقاعدة مجدد شغل تمام ده العادة على السمار اكتر بكتير عندنا حاجة اسمها بيم بام بوم بيلدنج افرموشن موديل لو وفرنا في الدزاين واحد دولار او رباحنا واحد دولار في البلدنج اسيمبلي موديل اثناء الانشاء بيبقى 20 دولار اضعاف بكتير اثناء الوبريشن طلحات التشغيل المشروع بيبقى بيلدنج اوبريشن اوبتوميزيشن موديل هنوفر 60 دولار على سبيل المثال طيب وفي نقطة بادة عايزين نتكلم فيها موضوع الـ LOD اللي هي تسليمات المشروع بيبقى عندي كذا الـ LOD البيم طبعا بيديني تحكم اكتر في الـ Level of Detail بقدر بسهولة جدا ان انا بعمل حاجة Level of Detail عالي وبسلمه تسليمه ادعو اتحكم في التسليم ان انا سلمه LOD 100 بيبقى الشكل مفوش تفاصيل كتير مجرد بس ودبس وهاي وبعد كده الـ LOD بيديله معلومات اكتر الـ LOD 300 بخش في تفاصيل اكتر الـ LOD 400 اللي هو المفروض بقى حاجة شوب دروينج طب يعني هتبدأ تنفذ هنا الـ Concept بس هنا Design Development هنا الـ Documentation هنا الـ LOD 400 Construction شوب دروينج هنا الـ F-C-Management الـ LOD 500 سمية طيب هنا بلاقي ان في دول كتيرة خلت الـ BIM آآ إجباري يعني ما تدارش تاخد ترخيص غير لما تكون انت فعلا ما قدم بيم كويس يعني من الدول العربية اظن هي دبي بس لبعض الحاجات يعني الحياة اللي هي فوق عشرين دور آآ في دول زي بريطانيا من أول أبريل 2016 بقى إجباري في أمريكا المشاريع الحكومية آآ إجباري من 2016 في آآ آآ الدول في الدول السكندالفية قالك إجباري يكون بيم معمول على كود اللي هو آآ مثلا كوريا الجنوبية بشي الشمالية آآ اليابان البيم بدأ يبقى قوى جدا في آآ بلاك كتيرة الحسنة دي من 2015 إلى 2015 فمبارك بقى في 2017 2015 كان 25% في أمريكا بعد 79% البرازيل كان 24% في 2019 وصل ل 73% في 2015 وحتى في بريطانيا بدأوا اهتموا ووزير العمل بيقول ده لازم لان ده حق الأجهال القادمة فلازم نتم بيه وده الدبي قالك إنه بدأ نزيد عن بين دور بعد كده خلاها عشرين طيب لو مجينا نبص على بعض المشاريع اللي موجودة في كتر زي اللوسيل ده أغلب المشاريع اللي فيها يعني يلازم بيم ده مدحف مدحف القومي في كتر مشاريع القوي جدا وطبع ما يفعش مش أشكال الجميلة ديت الأشكال المتدخلة ديت تتعمل غير بتيكلا يعني مش بيمة بس إلا أنت محتاج صفت وغير بتيكلا عشان تعمل الحاجات الحديث ديت ده مدحف مد من المتاحف ده مدحف الخور أو البيت ده الريان متاحف إجبار يكون بيم خليفة انترراشنال استوديوم ده ترفيك كنترس سنتر ده مشايل اللي أنا شغلت فيها طيب هحط بعض الأصص وهنتكلم فيها بس لازم نكون نعرفينها أول حاجة ما تقولش الشرك كلها تحاول بيمة من النهاردة البكرة ده انتكا بتنطع السلالم فلازم هتقع لا لازم تبقى تدريجيا انا من انصار التحول التدريجي تمام ويعني من غير صورات من غير ايحة خالص واحدة واحدة هنبدأ نعلم الناس كلها بيم بس اللي هيبدأ يشغل بيم هو فريق صغير بحيث ان احنا ما نعطرش الشغل ونبدأ ناخد المشروع صغير حتى لو قضى وحمام بس تمام ونبدأ نشغل فيه الحاد منطلعه ويتطبعه ويتصدر كده لو عملنا كده يبقى احنا انجازنا كتير جدا خلاص فاهمنا الفكرة يعني قيادة خمس اشخاص هي قيادة ميت شخص هي قيادة الف شخص محتاجة بس الموضوع التنظيم فلو انت عرفت تدير خمس اشخاص ويحبوك ويسقو فيك و وتبقى كويس معاهم بس مغير مد اللههم ويتابعوك في اي مكان انت رايحو بانت كده قدرت تتحققها كويسة تدير بعد كده تدير مية تدير الف وهكذا فالفكرة كلها برده في بم implementation لو انا عملت مشروع صغير اقدر عمل مشروع كبير واعمل مشروع اكبر وهكذا طيب احنا محتاجين ايه احنا الموض بتاعنا training resources هنبدأ بقى نشوف نقعد مثلا مع بعض يبقى فيه مثلا فيديوهيات في كتب الحاجة اللي احنا هنبدأ نعملها طبعا احسن حاجة اللي يبقى الحاجة فستوفيس يعني ممكن تكتب انت بعض الحاجات مثلا يعني عدك هسيب المسائل مثلا على الفيسبوك ممكن تكتب بعض الكلام بتبعاته الحد يفهمه غلط انما لما تكلم صوت يفهمه احسن طب لما نتعمل فيديو طب لما نتقابل وش الوش يعني فالترينج واجهة الواجهة افضل وعليوتيوب برضو بيبقى كويس لو لم تتح الفرصة اللي قوة كان باواجهة ايه اللي خلناها البلاو عربية بشعر طب الاوتبوت بتاعي ان هبقى فيه عند ناس متضربة كويس والاوتكم بتاعتي هبقى فيه بعض المشاريع هتبقى بهم امباكت الان المهم ان احنا بالنسبة لنا اللي نقدر ناخد مشاريع نعملها بيم ده البيم طيب اللي بيحصل المشكلة اللي هنشوفها دلوقتي اللي هو جبل الجليدي جبل الجليدي بتبشيف جدء تغير بس هو تحتيه حاجات كتيرة جدا تحت المية الناس بيقول لك احنا عشان نطبق بيم محتاجين النساط طب برامج جديدة عندي برنامج اسمه بيم ببسط طابو بيشتغل يبقى احنا كده عندنا بيم وبسيبه وبمشي ومحتاجين طبعا هاردوير ومحتاجين ترينينك بس كده احنا عندنا بيم وزيل فل ده الجزء اللي صغر انما في حاجات كتيرة جدا لازم نكون عاملينها عشان نقدر نقول لنا نحن نشغلين بيم اول حاجة لازم نكون عند استاندرد ما نفعش نحن نشغلين كده هلهوني ما عارفش يعني هلهوني بس تلات معيها لا لازم يكون في استاندرد نحن نشغلين تبع كود كذا لو انت شغل في بلاد يبقى تبع كود دوت فيه وورك فلو مين اللي يشغل مع ايه ومين اللي يروح لفين المعمرة اللي هيبدأ الاول ولا هنبدأ الكاهروميكانيكا الاول يعني يتخيل ان تا كيف يبدأ وبعد كان يبدأ نحط السيلينج والحوائط والشيء فلازم يكون فيه وورك فلو واضح الناس يبدأ الشغل عليه العمليات هتبع عملة ازاي التغييرات هتبع عملة ازاي الليفل اف ديتيل هتبع مشهد ازاي ومزبطة ازاي وتسليمين يعني فعش نكون انا اشغال مثلا ومتفق على واحد فاول تسليمها بعت له اللو دي مثلا ربعمية معملة اقول ايه بزيادة بقى حط تايمينشان وقتر لأ يعني لازم بقى بنسلم حاجة صح السيدي ايه اللي هي الملفات اللي هنبدأ نشغل فيها ونشغل في فولدر دوت وننشغل على المكان دوت وهكذا الكلبريشن هيبقى عمل ازاي العقد نفسه هيبقى عمل ازاي والحاجات دي لازم اكون مهتمة بيها اساس ان انا ابدأ اطبع بم ايه الحاجات اللي انا متخيلها تخرج من تطبيق البيم طبقنا البيم بعد كنت صلعنا حاجات سلسلات الابعاد شكلها حلو وعملنا لوح كوردنيشن وعملنا الحصر يا سلام ليس في الامكان اروع من مكان لا انت ممكن تعمل حاجة كثيرة جدا انت بقى معك الموديل فممكن تعمل مثلا مغير ما تحتاج اي حاجة خلص مجرد ان انت معك الموديل هندخله على البرنامج وتدوس انتر خلاص هيبدأ يجيب لك الاناليز بتاعتك وعندك مثلا بريف ابريكيشن ممكن يعني في حاجة كثيرة جدا عشرات الاشياء اللي ممكن تستفد منها لما يكون عندك الموديل بتاع البيم خلاص في اديك طيب عشان نعمل بيم المنتيشن هنبدأ نخطط ونبدأ نشوف التعليم بتاعنا الترينينج الموديل شكر الترينينج هيبعمل ازاي هنبدأ ندي تعليم وبعدكده الترينينج للناس مخصصة وبعدكده هنبدأ نفحص الترينينج ده هبعمل ازاي هيبقى ونندي الناس يتعلموا بعد ما عملوا الموديل ازاي يفحصوا الموديل في فريق معين هنبدأ نشغل على بايلوت بروجيكت وبعدكده نبدأ يبقى عندنا بيم جايد هيبقى هو الكود بس في بعض حيات خاصة بالشركة بتاعتنا نهنقول مثلا الشركة بتاعتنا كبيرة فهنمشي بخطوات كذا شركة صغيرة نمشي بخطوات كذا كل الشركة بيبقى لها بيم جايد بتاعها مختلف عن ان انت تقول لنا عندي كود لا ده ده حاجة خاصة كده جوا الشركة احنا نتحرك ناحية البيم لان هو خلاص بس يعني المستقبل بتاعنا هنبدأ نعمل نخطط ازاي نعمل هنبدأ نعمل تدريب هنبدأ نعمل تعليم بعد كده تدريب وبعد كده نبدأ مشروع بايلوت بروجيكت وبعد كده نعمل الفريق يعني احنا الناس عدد صغير بدأ وبعد كده المشروع اللي جاي عدد ده هيكمل معنا بيم وش هيمشي ويدخل معا 2 كمان وبعد كده 2 كمان وهكذا في ظرف السنة يبدأ الشرك كلها هتبدأ تشغل في البيم ولازم نعرف ان البيم بش مجرد سوفتوير بس لأ ده لازم العادات والتقاليد اللي الموظفين شغال العادات تتغير الامراس ترقش الشغل تتغير يعني هما تعودنا عن الحاجة لأ متعود ان احنا مثلا ما نكتبش المعلومة وان المعلومات تكون متشاركة مع الناس كلها الستراتيجية بتاعت الشركة تتغير طيب عشان نبدأ بقى بسم الله كده تمام خلاص يعني خلاص فهمنا نعمل ايه طيب لازم اول حاجة اعمل تقييم وعرف احنا فين عشان نبدأ ان ننطلق تمام احنا اتفاقنا ان اه شركة لازم مبدأتش طيب ايه الحاجة اللي احنا محتاجينها ممكن يكون مثلا ان عندك الاجهزة قوية جدا بس مشكلة في الشبكة فانت عارفت المشكلة فين فبدل ما تقع تغير الاجهزة بينما هي اصلا قوية لا هتغير الشبكة تلاقي المشكلة تحلك فالذلك في اساليب كتير من التقييم ممكن احنا في بيم ارابيا معتمدين على التقييم نطج البيم اللي الدكتور بلايه السكر اللي هو رقم 301 هتلاقي في الموقع بتاع بيم ارابيا ده اسلوب من اساليب التقييم ده اسلوب الامريكي بنبدأ نشوف الاستراتيجية اللي في ماتيورتي بنبدأ نشوف مثلا احنا هنا وصلنا مثلا في البرانيج كتير مثلا وصلنا مثلا ده ما عندناش زيرو ما عندناش الواحد احنا عندنا في بعض الحاجة جيد بدأنا نتكون الاثنين افضل تاتا افضل وهكذا خمسة يبقى انت كده ايه في الطوب مش محتاج ان انت تتعادل حاجة في البرانيج كتير تمام بتبدأ بقى تشوف التقييمات طبعا ما بتبقاش انت الواحدك بيبقى الناس من الشركة فحيط خمسة ستة اشخاص يبدوا يتفقوا على الرقم ونبدأ بقى نقيم فلما بتبدأ تكتب التقييمات دي فبيقولك انت هنا المساعدة حقيت فيه رقم كبير هنا المساعدة ليل وهكذا بحيط نعرف احنا وصلنا فين وهنعمل فين طيب لما جمي قيامه مثلا في بريطانيا سنة 2011 لان هما في ليفل زيرو يعني في ليفل زيرو احنا نشغلين لغا دلوقتي على البيبر وعلى وراء وقلم وما فيش كود ولان هما ايه في البلالة بقى قائمة نفسهم فقالك احنا عايزين نوصل بها ليفل 2 هنوصل في ليفل 2 على 2016 فخلينا في حاسمة ليفل 1 نبدأ المشغل بكود ممكن تكون شغال ببيم بس ما بتديش المعلومة مظبوط لبيت الاقسام يعني المعمارة شغال بيم والم اي بي شغال كاد فبتدي له لوح بدي اف او كاد يبدأ الشغال عليها ليفل 2 ده المفروض ان احنا نوصل له نحنا بشغالين كلنا مع بعض وشايفين شغل بعض ليفل 3 ده اللي لسه في المستقبل ان كلنا شغالين على نفس الملف وممكن يكون الناس شغالين في مكاس دولة وبتاعه وممكن يكون الناس شغالين في 4D و 5D ما بصدرش كلنا شغالين في نفس المكان باي الصورة دي للدكتور بلال سكر اللي هو بيقول لك ايه ان احنا عندنا حاسمها بريبيم طبعا الصورة دي شرحناها بتفصيل في فيديو الحاجات الخاصة بدكتور بيلاق اكتر بيم ارابية على اليوتيوب وهتلاقي شرح كتير تقريبا 100 فيديو حتى الان بيشرح البيم بالتفصيل ايه احنا هنا بيقول ان احنا عندنا كذا مستوى فانا هنا قبل البيم خالص بدكتور مستوى 1 2 3 ومستوى بعد البيم طبعا الدكتور بلال سكر ففي بعض العمليات عشان يتنقل من هنا الهنا وبعض العمليات عشان يتنقل من هنا الهنا وبعض العمليات عشان اوصل لاعلى من level 3 فكل الحاجات دي بالتفصيل طبعا ايه بنبدأ ندخل فيها طيب ايه اللي احنا محتاجينه من الادارة ان يكون عندهم رؤية واضحهم ما يستعجلوش ما يقولش لا احنا المشروع ده لو كان كاد كنا خلصتنا فتاة ايام في البيم يخد اكتر لان انتباه هاخد اكتر لان ده اول مشروع الناس يشغل عليه فما يبقاش مشروع مستعجل عليه وما يبقاش انت منتظر ان البيم ده بيشغل واحده وفي نفس الوقت اللي هتلع في الكاد اه هيتلع بعد كده بس مش فينا اول مشروع لما الناس دي هتاخد على الكاد يعني لو جبت ناس عمولها مشتغل الكاد وديتهم الكاد هايخدوا فترة وهتحصل مشاكل وكذا ولازم يكون في حد يدير الفريق بحس ان هم مقفوش يعني تخيل مسلا ممكن تكون في حاجة صغرة جدا وفي تبدأ محد وعمل يسأل محنش بجاوب عليها تمام يعني في عنصر اختفة عنصر اختفة دي فيها تقريبا اربعة وثلاثين نقطة اربعة وثلاثين نقطة يمكن التكلم فيهم بالتفصيل بس هنو فعلا في حد أربعة وثلاثين نقطة ممكن الفي و رنش ممكن الفي وفي ممكن تكون أ графا تعمله هايد مؤقت ممكن يكون أم حصوص على الوركس اتقالة ممكن يكون يعني لها حلالة كترة جدا انا عديتهم تقريبا اربعة وثلاثين حاجة ماشي فتخيل ان هو واقف لان هو مش عارف ايه هما وغالبها بتبقى الفي في او الفي ورنش فلازم الادارة تبع عارفة ان احنا لازم بعندنا بيم ستاندرد مش مجرد ان احنا جبنا السوفت وير وجبنا الهارد وير والنول الخاص احنا عندنا بيم لا لازم في خطوات معينة لازم بعندهم مع عارفة ان ان تحديث الاجهزة وتحديث البرامج ده بش عبء لا ده ده استثمار فيوقفوا على كده لو احنا عندنا ساعة اسانية الشغل يبقى موفقين على كده دي ايه من الحياة المهمة جدا ولازم ان احنا يبقى فيهم كفاءات للي يعمل شغل كويس تشجيعية ويبقى فيه بايلوت بروجيكت ونبقىش في ضغط على الناس تقول لهم اللي بش يتعلم البيم ما هيترفد كده انت بتعمل الحالة من التوتر لا كله موجود في الشركة احنا مش نستانع عن حد احنا البس التوجه البيم فعايزين الناس كلها تبدأ تشغل بيم واكيد طبعا مش بينيه الليه وامو الليه الناس كلها تبقى بيم ويعني طبعا الناس ما تحسسهمش ان ان البيم ده خطر جايق ده عليهم لا البيم حا كويسة وفيه ناس كتيرة انا اشتغلت في شركات كتيرة وكان مرة رحت شركة فعلوا لي فلان ده لا ما نروش في البيم خليها على جنب لغا خلي استغل لنا ستاني طبعا ده ده اكتر واحد ده ده الرجل ده كان بيروح للبلدية هو اللي بيسلم وبتاع فانا عايزه معي في الفريق الاساسي بتاعي يرجع على اللوح مش هقول له احنا ده 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 سهلا مشروع تعالى اتعلم بيم وبتاع عايز تعالى اهلا وسهلا مش عايز اتعلم او يعني خلاص انا طالما عاش سنة جال ايه اللي خانا اتعلم طب معلش هنطبع لك اللوح وارجع لنا عليها وزباطها وناخد رأيه يعني اللوح بيسفى كتير جدا طبعا لما بتكلم مع الناس اللي اكبر منه في السن وبيستفاد من خبرتهم يعني ما شاء الله ولازم بقى عندنا استراتيجية واضحة معنوش ان احنا بين يوم وليلة هيبقى عندنا بيم لأ هيبقى من اخوا مسلا سنة اه سنتين حسب حجم الشركة وحسب معرفة الناس بيه السوفت وير كويس ولا اه وهنبدأ ان نحدد انتيم اللي هيبدأ وانتيم اللي هيحق به وهيبقى لازم بقى عندنا تنبلت نشتغل به لازم بقى عندنا العناصر سيل بوكات او الفاميلي او اي ان كان اسم الحاجة ديات نبدأ اشغل بيها يعني عند مسلا مكتبة للأبواب للشبابيك اي ان كان هو سوفت وير احنا ما نحددش سوفت وير ولازم احدد ايه البرامج اللي انا اشغل بيها هبدأ اكتب كذا برنامج للحاجة دي يعني انا مطلوب مني مسلا حاجة معينة فانا بابدأ اشوف ايه البرامج اللي بكتنا من الحاجة ديات وابدأ اقارن بينهم ممكن نبدأ اشغل بيهم كبين مانجر وشوف اني واحد فيهم الاحسن في بعض البرامج بتبقى الانشاء العناصر في بعض البرامج تبقى للمراجعة اللي ضرب ستابقى بص على العنصر وبص على الموديل تشوف كويس او لأ في بعض الحاجات للكوردينيشن فانا بابدأ اختار احسن برنامج للريفيو واحسن برنامج للكوردينيشن واحسن برامج للاناليسيس وهل الاجهزة دي هتقدر تشيل الحاجات دي ولا لا فنبدأ نشوف في بعض السوفتوير هنبدأ نشوفهم دلوقتي ونبدأ تبدأ نشوفهم عندنا ريفت ارتكشور في ريفت استراكشور في ريفت ام اي بي في حاجات سري دي مودلينج زي كده في حاجات للسولار ستادي في حاجات للرندر اند وكسرو في حاجات تشوف دراونج اسكاد والكسط في حاجات بقى لحل الكلاشات او حاجات للبعض الرابع وهكذا فده مثلا ده البعض الرابع نفسوركس مثلا وبيجيب لي اماكن المشاكل ويعمل لي الحصر ويعمل لي الرندر ويعمل لي انتراكتف موديل ويعمل لي اناميشن في ايكوتكت من البرمك واسد جدا لموضوع الساستنابلاتي كي نعمل لها بريزنتشن خاص بها ان شاء الله قريب جريين باقي الم McPlan tutorial ويعمل لي برامج موضوع الساستنابلاتي كي نعمل لها بريزنتشن خاص بها ان شاء الله قريب جرين بيلدينج ستوديو من البرامج الكويسة في السستانبيلاتي Energy Analysis في بعض البرامج الكويسة في مثلا تيكلا ده متخصف الإنشائي ARCHICAD فتور اول برنامج من برامج البنتلي من البرامج برضو القوية عندنا برنامج الروبت ستركشور اناليسيز بروفشنال فتبدت يعني بشمعلكم خمسة برنامج بعمل نفس الحاجة وسطهم كلهم واشتغل عليهم كلهم في نفس الوقت بنبدأ نعمل تشيك بعد كده خلاص احنا بدأنا طبقنا البيم وعملنا بيم المنتيشن وكل ما بتعمل بيم المنتيشن في الشركة بتطلع بفويد وبتطلع بأخطاء فبتبدأ دي تفيدك في الشركة اللي جاي بعديها بتعمل عايزين بقى نتأكد من الموديل فبيبقى عندك بعض القواعد حطيتها كده بتشوف مثلا الموديلينج فجوة اللي تشيك تبدأ تبص بعينيك بتعمله كسره وتبدأ تشوف المشاكل فيه ستاندرد الاسامي هل هي متطبقة صحة ولا لأ انترفيست فالدليشن بتبدأ تشوف تخلك الكمبيوتر هو يتأكد لك من الموديل دوت يعني بتبدأ تشوف الموديل دوت هل هتقبل ولا لأ بتشوف مين اللي هيرجع بعديك مثلا البلدية هترجع بعديك أبدأ تشوفهم على فكرة البلدية في قطر والأمراض منوصد بها الجهة اللي بتوافع على الحاجات بشكل البلدية اللي بتجرؤ الناس اللي هم ببيعوه حاجات في الشارع وكده يعني احساس ما حصلش لغباتها بين الناس طيب احنا دلوقتي برضو في العمليات التسليم ببقى بربيرينج اند كونسبشوال دزاين اسكمانتك دزاين ديتيل دزاين كونستركشن اند اس بلت في كل واحدة منهم بابدأ بمركز على حاجات يعني في الاول خالص بابدأ اركز على في البربيرينج بابدأ اركز على بفاهم الكلاينت عمل ايه بنعمل حاجة اسمها اي اي ار برضو لو في حاجة بش مفهومة خش على المهمة عربية على اليوتيوب الى اي اي ار دي احنا كنا نفها بتفصيل اللي يطلبه الملك بابدأ اقعد معيه واشوفه عايز ايه من مني في الاخر خالص منتج النهائي لان اهم حاجة ان هو يرضى في اخر المشروع بازن الله طيب البيم اكسوشان بلان دي خطة بنعملها على اساس نعرف هنماشي المشروع ازاي المشروع هنبدأ من اين راح فين هنسلم الموديل ايه من المسؤول عن الحاجة ديت لو حصل لها مشكلة من مسؤول مثلا عن شاي من المسؤول عن المعماري من المسؤول عن الاميبي بنبدأ نشوف البيم بروجيك تنبليت الجريد الليفل هاي ببقى اجهز التنبليت عشان نبدأ نشتغل بعد كاف مرحلة الاسكماتيك بابدأ بقى اعمل موديل اساسي ما بحطش كل تفاصيل بقعط حاجات الاساسية بس وبحط يعني مثلا معماري انشايا واميبي الحاجة الاساسية ما بيخش في تفاصيل يعني ممكن احط مثلا في الاميبي اماكن المكان الاساسية ما بيش عرض احط كل تفاصيل بتحتي ممكن احط مثلا بحط الحاجات الاساسية بقول له فكري عاملي ازاي بحط بطلع تمام عشان نخش في المرحلة بعد كده بابدأ احط بقى الفكر بتاع كل بقى موجود بحط الاساسي الاساسي كل حاجات دي بتبقى موجودة في قلب اللوح بيبقى فيه بقى ابدأ ادخل في الكلاش بحيس ابدأ احل المشاكل بحيس ان اللوح تبقى فيها المعلومات الكافية للشغل ان شاء الله في مرحلة الكونستراكشن بابدأ بركز على موضوع ان انا الارف اوي لو في اي مشاكل تتحل الشوب دروينج اجهزه السنجل سيرفس دروينج الكمباين سيرفس دروينج الديتيل سكادلت بقى موجودة معي لو في اي مشاكل موجودة بابدأ احلها مرحلة بقى الاسبلت خلاص ممكن نستعين بلزر سكين عشان نطلع حاجة دقيقة وقربة من الشغل والناس تقدر تعتمد عليها وبابدأ ازبط الموديل بتاعي بحيس ان هو يبقى زي الموديل زي المبنى الحقيقي وبعد كالفاسيلة منجي بياخد الاسبلت موديل ويبدأ يعتمد عليه ولو في اي تعديل طب فرض ان هو هو شغال في الفسادة منجي منت عدل حاجة بيبعت لشركة اللي صممت ويقول له احنا خلاص عدل يعني بعد ما بشغل فندق حبي يدخل ثلاثة اربعة واطفة بعض فبيبعت لهم يعدلهم او يشوف شركة ثانية ويشتغل بنفس فكرة البنم اللي احنا قلنا عليها من اول خالص ويبدأ بقى يديهم الموديل ويبدأ يشغل على الملف اسمه ويطلعوا على البابلش وبعد كده يرجع يطلعوا على الشيرد وبعد كده بابلش وبعد كده لو في كل شوية بيعمل ارقايف للمشروع يعني بيمشوا نفس الخطوات اللي شغال بيها اثناء الشغل الحي الشغل اثناء الكونستركشن طيب كبروجيكت بيم مانجر يعني الناس تقول لي بقى انا بيم مانجر طيب عملت الحاجة من الحاجات ديت لو ما عملتمش عملهم ما بيعجز حد ولا حاجة بس خلي الحاجات ديت في دماغك وحاول تعملها الحاجات ديت على طول لازم بنعملها كبيم مانجر اللي هي بيم اكستوشن بلان لازم بتبنت المسؤولين نتجه هذا ممكن لان انا هيجي خمسة ساعة مرات في كذا فيديو قبل كده الاهدف بتاعتك ايه الاستخدامات بتاعت الموديل ايه رسبو انستابلتي ماتريكس البيم ديليفرابلس البيم جولز بتبدأ تقول ان احنا هنطلع من الموديل ده كذا 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 رسبو انستابلتي ماتريكس من المسؤول عن كل حاجة المخرجات البيم ديليفرابلس البيم موديل الكواليتي كنترول اتحكم في الموديل ازاي وتأكد ان هو سليم البيم كوردونيشن راحزة ان مولتشن بيم مانجر هيعمل حاجة بأيديه بس هو فعلا هيعمل حاجات كتيرة بأيديه لما الناس استعكس يعني يعرفهم يعني مسلا فرض هو بشمعون ان هو طول الوقت هو بيم مانجر يبدأ يخش يعمل يرسم مع الناس لان هو كده هيأثر في حاجة تانية فهو لا هو مفروض ان هو ما بيشتغلش غير لو الشركة صغيرة ولو حد ويفت دام حاجة يقول له طب تعالي على المالك تعمل زي واعملها معاه بحيث ان هو ما جيروش كل شوية يسأله فيها طيب البيم كوردونيشن لهو شغال في استشاري هيعمل البيم ديزاين موديل هيعرف البيم يوز الحاجات المخصر كل حاجة فيهم اللي هيعمل كوردونيشن او هينصق بين البيم موديل هيتأكد ان الموديل سليم هيعمل كوردونيشن او هيبدأ يتواصل مع الكنتراكتور والسب كونتراكتور طيب لو انا شغال بيم كوردونيشن فور كونتراكتور هابدأ اعمل كونتراكتور بين ديزاين كونسولتانت والسب كونتراكتور هعمل هدرس الواحات التندر هابدأ اراجع لو في اي مشكلة هبعتها للكونسولتانت هستخدم البيم في ان انا احل كوردونيشن متاحتي اكد ان الموديل سليم طيب هنعمل بقى بيم بروجيكت اكستوشن بلان هنبدأ نعرف الادف بتاعتنا بالشكل دوت هنبدأ نصمم بيم بروجيكت اكستوشن بروسيس كل الحاجة من الحاجات دي لها قعدة حلوة نبقى مع بعض ان شاء الله ونمسك وراء وراء من دول اللي نبدأ ندرسها الموضوع سهل ومفرش ايها خالص بعد شوية تعمل و بعد كده في الاخر بتعمل بعد ان خلاص طورت التبادل المعنوات اللي عندك اول حاجة هنبدأ نحدد الادف كل مرحلة لها اداف مختلفة يعني في البيلانيج مش معلنا في البيلانيج مثلا هابدأ اركز في البيلانيج ان انا اعرف الكوست استيمياتينج قد ايه البيلانيج قد ايه في الديزاين مش معلنا انا شغال في الديزاين الديزاين وليس هنعمل ساعة اناليزيز لا بود ان احنا عملناها وبنبدأ نعتمد عليها في الديزاين ممكن ابدأ بقى في الديزاين 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 ونبدأ نربط بين البيل بس انت بتبدأ في الديزاين بعد ان نصمم البيم برويجكس اكسوسوشن بروسيسس المفروض من اللي هيبدأ هيدي المين هيروح فين مثلا مين اللي هيعمل 4D موديل الشركة الفلانية هياخد الحاجات مثلا من اللي صمم الموديل الثلاثة الأبعاد وهيبدي هالو بحيس يعمل له 4D بعد كالتر ما هنشغالين بنعمل التطوير لـ Information Exchange بعرفين مثلا المعمار هيدي المين هيروح فين وهكذا Supporting Infrastructure بالمعاملين بقى أنا كنا معناها بالتفصيل بعد كده تطوير للـ PIM Extension Plan تطوير للحاجات الموجودة بيبدأ نطور المعنوات المعاملين بعد كالا نبدأ نشوف بقى بعض الدروس اللي استفادناها من المشاعب لكدا أول حاجة ما احتاج حد يكون فهم بييم كويس تمام بحس ان فيش هكاب بتخسر بسبب انها ما بتبقاش ماشية كويس في تطبيق البيم وعلى التزامات في تسليمه معنا بيم فده بعمل مشاكل خالص بيبقى محتاج لفريق يكون كويس ومتكامل وكونش في حد فيهم نفس ويعملك مشاكل لازم البيم تكون مغطية المشروع كله وتستعين بها طول حيات المشروع كل ما ترقى فيه مشكلة تروح لها وتبدأ تشوف ايه المشاكل ديت دي احنا كلمنا فيها بل كده دي برضو كلمنا فيها الموضوع التقييم طيب بعد كبه بنابنا تشوف البيم رودماب بتاعنا بيبقى في عندي كزا عناصر معينة في كل فيس فيهم بيبدأ يبقى نكلم فيها الاستراتيجية الحياة الشخصية وبنبدأ نعمل تخطيط للفيزيكالبانات رودماب هذه الحاجات دي ان شاء الله نبدأ نكلم فيها بالتفصيل دي حاجات دي موجودة في الكودة امريكي فببدأ اشوف كل مرحلة هتسلم لمين وهتستلم من مين فان شاء الله الحاجات دي بجهازة ان شاء الله دي اهم الكتب اللي ممكن ترجع لها في كل ما ارجع من دول في كل مرحلة من البلانج نبدأ نشرع عليها كتب كتب ديت كويسة جدا يمكننا بالنسبة لي ده اا 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 ارد فيه اللي هو البروججيك تكستيوشن بلاينينك قايد بس احنا ايه بنبص كده نازلها سريعة على كوتب ديت ان شاء الله كل واحد في يوم تاخد حقها معنا. هنبدأ بقى نشوف بقى لازم يكون عندي رؤية ومعرفة. وببدأ اكتب بقى كل حاجات ديت يعني هي تبقى زي الجداول بتساعدني في ان انا بعرف بتاعت ايه الابجيكتب بتاعت ايه الاهدف بتاعت ايه. عساسة تسهل علي الشغل. تمام? طول ما انا معي التمبلت ديت وببدأ اعمليها ببدأ اشتغل عليها. بتسهل لي ان انا في الاخر اقدر اوصل لحق كويسي. تمام? بدل ما انا مش عارف ايه عناصر الراسية. انا عاسمي المسال مثلا. اه لو انا جاء حد جاب الموديل وقال لي اعمل الشيك. طب اعمل الشيك على ايه? على الاخطاء. لا في حاجة كترة جدا بيبقى في جدول كده وبعد اعمل الشيك. هل النظر صح? بديها صح. غلط بعمل عليها غلط. فبتسهل لي ان انا اعرف اه زكرة الحاجات مش اولأ. فدي برضو حاجة بتنظام لي الشغل بحيس ان انا بس نشوف العملية بتاعت مش اولأ. هل فعلا اه التصميم ادى لحاجات الرجل اللي يعمل سري دي? ولا سري دي بدأ ومعندوش فكرة عن التصميم ما عادش شافة سيفتي يعني محتاج ايم. فمنبدأ نشوف التنظيم بتاع العمليات تبقى عاملة ازاي? بحيس ان ما فيش حاجة تبقى قبل حاجة. بتدخل فعلا في الموديل ولا اقا? يعني ما جيش في اخر الموديل وانا جاي سلمه واكتشف ان انا بش عامل حاجة لملافة كوبي اللي هو بتاع التشغيل. فاضطال ان انا اخد لمسلا شهرين تلاتة ابدأ اعمل الحاجات دي. بينما كان ممكن اكتبها في قلب العنصر اللي انا حطه. وتسهل عليه كتير. دي بعض الاستخدامات. تمام مع سبيل المسال مسلا. حمنا نستخدم الموديل في ايه؟ ممكن نستخدامو في ال state management مسلا. فابدأ ا شوف اكيد نزيه مكملテنتي باشوفه. طب التارجت متيورتي. من المفروض يعني معدل بتاع دي. فابدا تشوف وهذا هو الـ Develop Core Processes مثلاً للـ Lighting Analysis نبدأ برؤسة ترتيب العمليات المعلومات التي أحتاجها من برا المعلومات التي أصدرها هل ستبدأ معها؟ ستنتهي هل هناك مشكلة؟ سنرجع لمن؟ سنبعث لمن؟ بعد ذلك هذا هو المودل إليمنت بريكداوين يبدأ أشوف العنصر بتاعتي الفسائلة بتاعتي تأدي إيه مثلا فاونديشن كل مرحلة الوطر مثلا ديجاز هيبقى مرحلة بتاعتي تأدي إيه بعد كده هندخل بعد كده في البروجيكت بروكورمينت من اللي هي الكتاب ده موجود في معلومات قيمة نبدأ نشوف الـ هبقى عندي حاجات خاصة بالـ وحاجات خاصة بالـ والأهداف والاستخدامات والـ وفي حاجات مشتركة بينهم نبدأ نشوفها التيم افلوشن ببدأ أعمل زي تقييم ببدأ أشوف الحاجات الـ بتاعتي الـ هالـ 1-2-3-4 هنا الـ ما عنديش بيم خالص هنا الـ بدأ يبقى عنده بيم لا الـ كويس هنا الفريق عندي عيضة لـ كود البيم وبعد كبه ندخل بقى على الـ بنبدأ نشوف الترتيب تاع العناصر طيب كل الحاجات دي بتبقى مفيدة جداً وفي بعض الحاجات احنا عدين عليها لانها في الخطة انها هتتدرس بعد كده بالتفصيل ساعة ولا حاجة فعزونا ان شاء الله قريب قوي نبدأ نعملها تمام كنت شغلت في شركة بكود البريطاني واشتغلت في شركة تانية بكود الامريكي فناخدها ان شاء الله بالتفصيل طيب��ات بتاعت ايه The Harm Stephen كل حاجات اللي انت متوقعها مت كابل تخرج لك بس بتخرج بقى اكتر عم محتاج مسلاً بتخرج عايز حاجات دوسر تخرج حاجات حاجات خاصة بالきناس تدرس شغلها على التابلت تدرسونات على القدر زي على سبيل المثال انت عندك المدر هاو تقدر في اي وقت تاخد سكشن تقدر تاخد ديتيل هتقدر تعمل بلان تقدر تعمل سري دي وتقدر مسلا حاجة بشكل الجميل دوت وشكرا لكم اي مشاكل او اي حاجة بش مفهومة اه بعتلي وان شاء الله الخطة كده انا شوح شويت حاجات تانية في موضوع البيم بإسن الله اخوكم عمر سلي